إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للإدق من النار اكترم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم أهد قلوبنا اللهم أحي قلوبنا اللهم اسقي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبّل إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبّت على الإيمان قلوبنا أخوتي أنا أحبكم في الله هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1441 وهذه الحلقة الحادية عشرة بعد عشر حلقات أردنا أن نجعلها كالمقدمات كالتأسيس فاتت فيها عشرات كثيرة وأردنا أن نعمل لمن يريد العمل ويبدأ أول خطوة أول خطوة البداية الحقيقية ثم ننتقل اليوم إلى المرحلة الثانية ننتقل ابتداء من هذه الحلقة إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التأسيس أردنا ابتداء من الحلقة الحادية عشرة أن نؤسس التأسيس والتأسيس داوما يكون على أربعة أركان أي قضية تؤسس أو أي بناء يقام يراد له أن يرفع لابد أن يؤسس على أربعة أركان أربعة أركان لذلك سنؤسس على أربعة أركان التفهيم اتنين التعويد تلاتة التدرج أربعة المتابعة التفهيم تلكم هي البداية الفع صليت على رسول صلى الله عليه وسلم هذه الأساسات الأربعة التفهيم التعويد التدرج المتابعة هذه الأساس الذي نريد أن نبني عليه إيمانك القضية كانت فيه أنك منذ شوال الفائت وأنت تعك منذ شوال الفائت وأنت تبتعد عن الله منذ شوال الفائت عشنا سنة معاناة كبيرة من الهموم والأحزان والمشاكل والغفلة وسنة سنة عجيبة جدا في عمر الأمة شاهد سنة عجيبة في عمرك في عملك في قضية حقيقية أنك تبتعد وتجتهد أن تبتعد ثم تحاول أن ترجع وتضعف أن ترجع وإن رجعت رجعت وليس بحماسك الأول نريد الآن أن نؤسس نضع أساس هذا الأساس حين يوضع في قلبك يكتفك يسبتك يحفظك يدفع عنك ربنا يدفع بيه عنك هذا الأساس لأن القضية الإشكال الكبير أن كثيرا منا مضى على غير أساس ترجعتني من قول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين أسس أصحابه أساسا متينا وللقصة تانية قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة أرسل هراق يأمر عملاءه في الحبشة أن يأمر عملاءهم في اليمن أن يهدموا الكعبة وسار الأمر بهذا المسار كله وخرج أبرها من الحبشة بفيله الأبيض الضغ يطأ بلاد العرب ووهادها وشعوبها وبلادها لا يصده صد ولا يرده راد حتى وصل إلى ميناء على بعد ميلين من الكعبة واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال إلا رجلا واحدا وقف أمام أبرها بكل شجاعة يقول إبلي إبلي أعطوني إبلي أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي حتى هذا الرجل الذي يفتقر به باع بيت الله وبكى على إبلي بعد هذه الحادثة بسبعين سنة انتفضت مكة برجال لا ليفتحوا الحبشة ولا ليفتحوا اليمن فاليمن فتحت بكتاب وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته الله أكبر ليخرج الرجل من هؤلاء ليقف أمام القيصر فيقول الله ابتع سنة لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام السؤال ما الذي تغير هل اكتشف العرب سلاحا جديدا هل دخل العرب في حلف جديد ما الذي تغير أتدرون ما الذي تغير لقد مات ذاك الإنسان الجاهلي وورد هذا الرجل المسلم مات الذي كان يقول إبلي وجاء الذي يقول ديني 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 لقد كانت وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يصنع رجالا لأن يدبج خطبا أن يصوغ ضمائر لا أن يكتب كلمات صلى الله عليه وسلم ذلك صنع رجالا كانت القضية بتقدير الملك جل جلاله سبحانه أن الناس كانوا يسلمون وحدانا رجلا بعد رجل يقول أبو زر أبو زر ربع الإسلام أسلمت وكنت رابع أربع فكان الرجل من هؤلاء يسلم واحد واحد فيمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهد جاهليته ثم يؤسسه ويبنيه من جديد كانت قلتهم هذه رجلا بعد رجل كانت قلتهم هذه تساعده على أن يبني على أن يربي على أن يؤسس رجل فرجل ذلك كان يرسل الرجل فيفتح بلدا اليمن أرسل إليها محاذب لجبل رجل واحد فتحها المدينة أرسل إليها مصعب بن عمير فتحها وهكذا هؤلاء هم الرجال الذين صنعهم النبي محمد رجل فرجل ولذلك جاءت الآية ولا تعد عيناك عنهم تحت عينك ربيهم صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنهم ما تلتفتش عنهم لذلك كان هذا التأسيس المتين أننا اليوم وللأسف الشديد مع هذه الهوجة ولا يجد شابا من يربيه ويصعد بفكر نفسه يملأه الهواء من كل نواحيه وكما قلنا أن الإمكانيات تغري بالغروج شاب مع تليفون أي تليفون أيا كان بتلات تعريفة عليه بقى بتلات تعريفة ويكتب أي كلمة أي مسألة في الدين ويجيله عشرات الأجوبة وعشرات الأراء ويقرأ ويختار بدماغه وهو لا يفهم شيئا في الدين وهو لا يفهم شيئا في الدين لذلك هذا الذي لم يؤسس حصل هذا الضياع أن نرى شابا صاحب لحية بل وقد يكون صاحب دعوة ثم يرتكب ذنوبا يأنف منها الفساق سبب هذا أناس لم يربوا لم يؤسسوا لم يعلموا دينا انظر إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جز قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة قال لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا نزلت الأمانة في الجزر في أصل أصول جزر قلبك في جزر قلوب الرجال ثم علموا مش أول شيء يهجم على المسائل وعلى الفتاوى وعلى الآراء وعلى الكلام وعلى المناقشات تربى أولا تربى وتأسس إننا نريد أن نسير سيرا كسير النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لقد كانت البداية يا أيها المزمل قم الليل وكما قالت السيدة عائشة في حديثها أن الله عز وجل أنزل صدر هذه السورة واحتبس آخرها سنة وفي رواية سنتين واحتبس آخرها سنتين وفي رواية سنة اللي في البخاري سنة فقام رسول الله صلي عليه قام رسول الله وأصحابه قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد علي أمامك نصف الليل إلا قليلا أو زيد حتى يكون إلا قليلا قام رسول الله وأصحابه حتى تورمت سوقهم فصارت كجزوع النخل بقيت رجلهم ورمى بني في السود من التورم قام رسول الله حتى تورمت قدمه وقام معه أصحابه كانت تلك البداية هذه البداية الإيمان علم الإيمان هذا هو التأسيس الصحيح يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمن تستكسر ولا تمن تستكسر الفهم للدين كان البداية الفهم التفهيم أنا لا أقصد لا أقصد بالتفهيم التعليم والتلقين مش معناها أننا أقول لك حاجة وألقنك أنت تعلمتها كده لا 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 الفهم لم يكن عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم أنه سار وقال لأصحابه غمضوا أعينكم وسيروا خلفي وإنما علمهم أن يتبعوه بإحسان إحسانه لاتباع مش القضية امسك ديلي وامشي وراه لا 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 افهم أنا ماشي ازاي وامشي وامشي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع لنا هذه النماذج لنتأسى بها لنرى هذه الشخص أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر صهيب وبلال وعمار هؤلاء الأشخاص هؤلاء الرجال هؤلاء الأكابر أبو الدرداء وهؤلاء الصحابة الأعظم كل منهم شخص تستطيع أن تتمثله في حياتك وأن تكون كانت ميزتهم الفهم الدقيق وأول الفهم أن نفهم الدين أن نفهم دين الإسلام للأسف الشديد أننا نعاني نعاني من التضليل والفهم الخاطئ سواء كان من الشخص نفسه أو من الإعلام المضلل أو من النت وكثيرا ما أقول وما زلت أؤكد أن هذا النت لقيط لا يعرف من أبوه كل اللي أنت بتقرأه على النت ده أنت متعرفش مين اللي كاتبه تحديدا كله متقمص شخصيات غير الشخصيات وأسماء وهمية غير الأسماء كله لذلك تجد الشيء ونقيضه ألف نقيض له في وقت واحد كله موجود كله موجود إذا أردت أن تتعلم أو أن تفهم دينا إن هذا العلم دين فانظروا عما أن تأخذونا دينكم شوف أنت بتاخد دينك من مين مين الشخص اللي بتاخد منه مين اللي بتتعلم منه مين اللي بيفهمك هو فاهم أصلاً أو لا قلت لكم أنني كثيراً ما أسمع أحداً في الدليفزيون أو مقطع يأتينا أو شيء ونظر كده وأقول سبحان الله مسكين والله هو مش فاهم هو بيتكلم ومش فاهم هو مش فاهم القضية البداية فاهم الدين يعني إيه الأول يعني إيه دين يعني إيه دين كلمة دين دي جات من إين أنا مش عارف إيه اللي أنتوا قاعدين هم دول صلي على رسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما معنى دين أصلها إيه كلمة دين يا ولد من داله يعني إيه دانة دال وألف ونون دانة يعني خضعة خضعة دانة له خضعة عارف أدانه اتهمه عارف دانة من الدين المستدين أن عليه حقا دانة دين دين أنك خضعت واستسلمت لشيء أنت له خاضع لذلك نقول دايما الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله قال التحوي رحمه الله في عقيدته ولا تثبت قدم والإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام إنني كثيرا ما أقول أننا حين نبحث عن التمكين للدين التمكين للدين أن يعبد الناس الله وأن يحتكم الناس كلهم إلى شرع الله يقولوني طيب أنت عايز تحكم الشريعة فين الشريعة اللي أنت عايز تحكمها ما عندي سنة قوانين ونصوص أقولك هي دي لا دا أنت لما الأول تدين لله بدين الإسلام والعبودية له هين تدين بهذه الشريعة أنت ستحكم بها مش أنا اللي هحكمك بها مش أنا اللي هقولك تعمل إيه ذلك عايزين البداية اللي هنأسس عليها الفهم أول حاجة نفهمها نفهم دين نفهم دين تعالوا نفهم دين حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله إلى المشتاخين إلى رمضان للمشتاخين إلى رمضان الذين اشتاخوا للإدق من النعر اكتاريوم 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 اكتاريوم